نحن عندنا علي بن أبي طالب جمع القرآن في مصحف مع بيانه قدمه إليهم رفضوه ما أرادوا ما أرادوا زيان علي بن أبي طالب جمع هذا المصحف من دون بيان فقط هذا المصحف الذي بين أيدينا من جمع علي بن أبي طالب من دون بيان ذلك البيان توارثه إمام بعد إمام هو عند الإمام المهدي في بداية المناظرات كان يقول من قال أن القرآن محرف فهو كافر والآن كفر نفسه لأنه احترف أن القرآن حصل فيه تحريف سؤال لك يا زرقجي الآن من جمع القرآن هذا؟ سؤال فضل علي بن أبي طالب جميل الآن علي بن أبي طالب وفي بداية المناظرات قال النبي هو الذي رتب القرآن جميل شف التناقضات إذن في بداية المناظرات في أجل التطبيق قال أن النبي هو لي أعتبر القرآن أيها هو أجل ذلك الآن لحظة لحظة لا تقبل النبي رتب القرآن وعلي جمع القرآن فمن حرفه؟ علي بن أبي طالب حرف القرآن؟ بابا لا يوجد القرآن ما محرف الذي صقب هو التأويل القرآن هذا شوف شوف الآن يتهم علي بن أبي طالب بأنه أنقص القرآن لأنه إذا كان جمع القرآن علي بن أبي طالب إذن من الذي أسقط الآيات؟ بابا علي بن أبي طالب جمع نسخة النسخة الأولى طرحوها بقيت هذه النسخة أيوة هذه النسخة حق من؟ هذه اللي بيدي أنا الآن من جمعها؟ حق علي ابن أبي طالب. أيوة، التحريف هنا أو في النسخة الثانية؟ لا يوجد تحريف في اللفظ التنزيلي. السكت، السكت الذي تدعيه أنت، هنا أو هناك؟ العقل في قطع، ما سمعتش، إيش قلت؟ السكت الذي سكت من النسخة، في النسخة دي ولا النسخة الثانية؟ في هذه النسخة، ولا في النسخة الثانية؟ إيش بيها النسخة؟ لا، لا، التأويل، التأويل، ما أراده، ما أراده أن يجبعه التأويل. استعلي، 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 الآن ادعى أن هذا القرآن الموجود بين يدي جمعه علي ابن أبي طالب. سؤال، إذن هذا اتهام لعلي ابن أبي طالب أنه هو محرف القرآن؟ شكرا يا شكرا. هذا ما بي نقل. هو علي ابن أبي طالب الذي أسقط الآيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن استمعنا للزاركوشي وهو يقول أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي جمع القرآن، الذي بين أيدينا اليوم، أما الذي مع المهدي فهو مجرد تأويل للقرآن فقط. وهذا ترقيع فاشل لأن الروايات عندهم صريحة متواطرة في تحريف القرآن وأنه نقص منه آيات ومنهم من قال بالزيادة فيه أيضا. ولم تقل الروايات أن التحريف حصل في التأويل وليس في لفظ القرآن. فكما ترون يا أحبة قولهم بالتحريف ورطهم أيما ورطة. فأخذ كل معمم يرقع من الشهاده لعله يجد مخرجا من هذه الورطة التي ستبقى وصمة عار على جبينهم وهم يدعون الإسلام. فالزركوش لن يستطيع أن يصرح أن هذا القرآن جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهو ليس محرفا لأن هذا يخالف عقيدتهم في الصحابة. فكيف يعطي هذه الفضيلة لعثمان بن عفان رضي الله عنه؟ أنه جمع القرآن وليس فيه تحريف. إذن لا بد من سلبه هذه الفضيلة وإعطائها للمعصوم علي رضي الله عنه. وأنه هو الذي جمع القرآن الذي بين أيدينا اليوم وليس فيه تحريف. لكن لنرى هل علي عندهم هو الذي جمع القرآن؟ وهل الشيعة فضل في جمع القرآن؟ لنرى ذلك. هذا كتاب منهاج الشريعة في الرضي على ابن تيمية في المجلد الأول لسيده محمد مهدي الكادمي القزويني. يقول في صفحة 23 ونسبته تحريف الفرقان العظيم إلى الشيعة من أعظم الفريات فإنهم بالضرورة. فإنهم بالضرورة. لم يجمعوه وجامعوه باتفاق المسلمين عثمان. أي أن الشيعة لم يجمعوه القرآن وجامعوه باتفاق المسلمين هو عثمان بن عفاة. يقول فيلزم من ذلك على فرض صدور تحريف فيه صدوره من عثمان. أي الذي جمع القرآن هو الذي حرف القرآن. فإذا كان عثمان هو الذي جمع القرآن فعثمان هو الذي حرف القرآن. ومن عاونه على جمعه أي الصحابة. ومن عاونه على جمعه وليس فيهم شيعي. وليس فيهم شيعي. أي ليس بين الذين جمعوا القرآن وعاونوا على جمع القرآن ليس من بينهم شيعي واحد. إذن علامتهم محمد مهدي الكاظمي القزويني حجة الإسلام عندهم يصرح ويقول أن الشيعة بالضرورة لم يجمع القرآن والذي جمعه هو عثمان باتفاق المسلمين فإن كان في القرآن تحريف فهو من عثمان بن عفان الذي جمعه ومن عاونه وليس من بين الذين جمعوا القرآن أو عاونوا على جمعه ليس بينهم شيعي واحد وعلى هذا نقول للزرقوشي ونلزمه بما قاله محمد مهدي الكاظمي القزويني إذا كان الذي جمع القرآن الذي بين أيدينا اليوم هو علي بن أبي طالب فإن كان فيه تحريف فهو صادر من علي ومن عاونه نفس ما قيل في عثمان والشيخ خالد الوصابي حفظه الله ألزمه أيضا بهذا الإلزام إلى أن يقول هذا العلامة ومن المعلوم كون المحرف له غير الشيعة ومن المعلوم كون المحرف له غير الشيعة لقلتهم يومئذ ومغلوبيتهم ولكون حفظته وجامعيه من غيرهم أي الذين حفظوا القرآن وجمعوه ليسوا شيعة بل هم أهل السنة إذن هذا تصريح هذا تصريح واضح من عالمهم وحجة الإسلام عندهم أن القرآن الذي بين أيدي الناس اليوم حفظته وجامعيه وناقله للناس ليسوا شيعة بل ليس من بينهم شيء واحد فهل إذا كان علي رضي الله عنه هو الذي جمع القرآن جمع هذا القرآن الذي بين أيدي الناس اليوم هل سيقول أن الذين حفظوا القرآن وجمعوه ليسوا شيعة بل وليس من بينهم شيء واحد فالحمد لله هذا اعتراف أن حفظت القرآن وجامعيه ليسوا بشيعة بل أهل السنة هم من اعتنوا بالتقل الأكبر بينما أهمله الشيعة الذين يدندنون صباحا مساء كالبغاوات بحديث العطرة وأنهم متمسكون بالتقل الأكبر والتقل الأصغر وهم منفصلون بالكلية عن التقل الأكبر وعن التقل الأصغر الذي هو الإمام لكن بما أننا بصدد الكلام عن هذا الموضوع ومن اهتم بالقرآن حفظا ودراسة وعناية دعونا نورد بعض الكلام علمائهم ومراجعهم حول هذا الموضوع هذا كتاب الإسلام دين الله الجزء الأول والثاني للشهيد عندهم مرتضى مطهر يقول والكلام المعروض على هذه الصفحة كله مهم جدا لكن سأقتصر على ما هو ملوّن بالأصفر يقول وكم تجرأ الإخباريون وقالوا إن القرآن ليس له أي اعتبار فهم لم يقولوا لا تقرأوا القرآن بل قالوا اقرأوا وقبلوه لكن إياكم أن تتعلموه لكن إياكم أن تتعلموه فالمسموح للشيعي هو قراءة القرآن وتقبيله أما تعلمه فلا ينهونهم عن تعلم القرآن وهذا كتاب من نور القرآن في الجزء الثالث لمرجعهم الديني محمد اليعقوب يقول وقد قلت في بعض كتبي أنه من المؤسف حقا غياب القرآن عن مناهج الدراسة الحوزوية فقد نظمت بشكل لا يحتاج فيه الطالب إلى التعمق في القرآن الكريم من أول تحصيله إلى نهايته إلى أن يقول وربما يبلغ الحوزوي مرتبة عالية في الفقه والأصول وهو لم يحيى حياة القرآن ولم يخذ تجربة التفاعل مع القرآن واستيعابه كرسالة إصلاح وقد تمر الأيام والأسابيع ولا تجد طالب العلم يمسك المصحف الشريف ليتلو آياته ويتدبر فيها لعدم وجود صلة روحية عميقة بينه وبين القرآن وهذه مصيبة عظيمة للحوزة والمشتمع يقول وهذه مصيبة عظيمة للحوزة والمشتمع وربما لا يحسن بعضهم قراءتهم ضبوطة بالشكل إذن لا قرآن في مناهج الدراسة بالحوزة الشركية فالطالب في غناء عن القرآن منذ أن يدخل الحوزة إلى أن يتخرج منها بل الطالب لا يمسك القرآن لأنه لا تربطه به علاقة روحية وهذه هي أم المصائب بل لو أعطيته القرآن يقرأ منه بالشكل لن يحسن قراءته فما بالنا لو قرأ من حفظه لأن لسانه تقيل غير متعود على قراءة القرآن هذا هو التقل الأكبر عند هؤلاء المنافقون وندهب للدكتور جعفر الباقري في كتابه توابط ومتغيرات الحوزة العلمية في صفحة 109 يقول من الدعائم الأساسية الأخرى التي لم تلقى الاهتمام المنسج مع حجمها وأهميتها في الحوزة العلمية وهي حقيقة الحوزة الشركية في الحوزة العلمية هو القرآن الكريم وما يتعلق به من علوم ومعارف وحقائق وأسرار فهو يمثل التقل الأكبر والمنبع الرئيسي للكيان الإسلامي بشكل عام ولكن الملاحظ هو عدم التوجه المطلوب لعلوم هذا الكتاب الشريف وعدم منحه المقام المناسب في ضمن الاهتمامات العلمية القائمة في الحوزة العلمية إذن الحوزة العلمية لا تهتم بالقرآن ولا تعطيه أي قيمة أعيد ما هذا قال يقول وعدم منحه المقام المناسب في ضمن الاهتمامات العلمية قائمة في الحوزة العلمية لا مكان للقرآن الكريم في مناهج الدراسة بالحوزة العلمية ثم يقول بل وإنه لم يدخل في ضمن المناهج التي يعتمدها طالب العلوم الدينية طيلة مدة دراسته العلمية ولا يختبر في أي مرحلة من مراحل سيره العلمي بالقليل منها ولا بالكثير إذن طالب الحوزة لا يمتحن في القرآن لأنه لا يدرس له لا يدرس القرآن فكيف يمتحن فيه ثم يقول فيمكن بهذا لطالب العلوم الدينية في هذا الكيان أن يرتقي في مراتب العلم ويصل إلى أقصى غاياته وهو الاجتهاد من دون أن يكون قد تعرف على علوم القرآن الكريم وأسراره مصيبة مصيبة ما بعدها مصيبة إلى أن يقول في صفحة 110 يقول آية الله الخامن عند التعرض لهذه النقطة الخطيرة مما يؤسف له أن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا لها إلى حين استلام إجازة الاجتهاد من دون أن نراجع القرآن ولو مرة واحدة من دون أن نراجع القرآن ولو مرة واحدة أي الطالب في الحوزة يستلم إجازة الاجتهاد وهو لم يراجع القرآن ولو مرة واحدة في حياته في فترة دراسته يقول لماذا هكذا؟ لأن دروسنا لا تعتمد على القرآن لأن دروسنا لا تعتمد على القرآن ثم يقول في صفحة 111 ويقول العلامة محمد حسين فضل الله فقد نفاجأ بأن الحوزة العلمية في النجف أو في قم أو في غيرهما لا تمتلك منهجا دراسيا إلزاميا للقرآن أو للحديث أو لعلم الكلام أو للفلسفة أو للمفاهيم الإسلامية العامة إذن لا مكان للقرآن في مناهج الدراسة بالحوزة العلمية لا في النجف ولا في قم إلى أن يقول وأما العلماء الذين برزوا في مجال التفسير من هذا الكيان وعلى رأسهم العلامة محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان فقد اعتمدوا على قدراتهم ومواهبهم الخاصة أي هؤلاء الذين يحفظون القرآن والذين يفسرون القرآن هذا لم يتعلموه في الحوزة وإنما هي مبادرات شخصية منهم فقد اعتمدوا على قدراتهم ومواهبهم الخاصة لا دخل للحوزة العلمية في ذلك وابتعدوا بأنفسهم عن المناهج العلمية المألوفة في الحوزة العلمية وتفرغوا إلى الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه والاشتغال بأمر تفسيره إذن من أراد أن يفسر القرآن ويهتم بالقرآن عليه أن يبتعد عن الحوزة الشركية هذا ما يريد أن يقوله ثم يقول في صفحة مئة واثنى عشر يشير آية الله الخامنة إلى هذه الظاهرة بوضوح إذ يقول إذا ما أراد شخص كسب أي مقام علمي في الحوزة العلمية كان عليه أن لا يفسر القرآن حتى لا يتهم بالجهل إذن من يفسر القرآن في الحوزة العلمية يتهم بالجهل طيب أين تفاسير الآئمة؟ أين هي تفاسير الآئمة؟ لماذا لا تتعلمون تفاسير الآئمة وتحفظونها لطلاب الحوزة؟ يقول حيث كان ينظر إلى العالم المفسر الذي يستفيد الناس من تفسيره على أنه جاهل ولا وزن له علميا لذا يضطر إلى ترك درسه ألا تعتبرون ذلك فاجعة؟ نعم هي فاجعة فاجعة عظيمة إذن الشياء لا يهتمون بالقرآن التقل الأكبر لا يدرسونه ولا يدرسونه ولا يحفظونه ولهذا ترى كل صلواتهم بصورة الإخلاص أقصى الصورة في القرآن الكريم لأن القرآن تقيل على ألسنتهم فلا يحفظونه لأنهم يظنون أنهم لما يموتون سيعلمون القرآن في قبورهم ولهذا أهملوا القرآن في حياتهم لأنهم يعتقدون أنهم سيتعلمونه بعد موتهم عقول منكوسة وأفهام معكوسة هذا كتاب جامع أحاديث الشيعة للبروجردي في الجزء الخامس عشر صفحة أربعة عشر يقول علي بن إبراهيم عن أبيه يقول هو من كتاب الكافي يعني الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفصة قال سمعت موسى بن جعفر إلى أن يقول في صفحة خمسة عشر سمعت موسى بن جعفر عليهم السلام يقول لرجل أتحب البقاء في الدنيا فقال نعم فقال ولما قال لقراءة قل هو الله أحد إذن هذا الشيعي يريد البقاء في الدنيا فقط لقراءة قل هو الله أحد فسكت عنه فقال له بعد ساعة يا حفص من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن عل ما في قبره عل ما في قبره أي سيعلم في قبره أي بعد ما ماته ليرفع الله به من درجته فإن درجات الجنة على قدر آيات القرآن ما شاء الله طيب هذا الشيعي سيرفع الله درجته بعدد آيات القرآن الذي بين أيدينا اليوم وهو ستة آلاف وتلاتمائة وتمانية وأربعين آية أم بعدد آيات القرآن الذي مع المهدي وهو سبعة عشر ألف آية على كلين نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة